السلام عليكم و السلام عليكم و السلام عليكم و أحبتي اليوم سوف نكمل خمسة بوشن البوشن هذا بالكمباين تلقونه أول شي خالي أطلع دشون على كامب أول واحدة فوق دشون كمباين مرتين ندوسها وهذا البوشن يحتاج فطر أزرق و يحتاج هيرب و هيرب عندنا يعني خير من الله من المذرؤات بس تتعب شوي بالبلو ماشروم في فطر الأزرق فطر الأزرق جمعت هنا حقيقة و سوينا أربعة بوشن بوقت بعد واحدة لازم هذه الوحدة تكملها خمسة وترجع الدان اليوم راح نكمل راح أدليكم من وين تلقون شسمه الفطر الأزرق بالحديقة بالتلال الي ورا الكامب تلال الي ورا الكامب شايفينها من خلالها قدرنا نحصل على الفطر الأزرق المصدر هذا الفطر تشعب فينه بلو ماشروم فطر أزرق الان نرجع الكمبين دوسها مرتين شايفين عدنة نقدر نستعملها صار اثنين عدنة وهرب عدنة من اول فنقدر نسوي البوكشن الباقي هدوس على البوكشن اقلب لس ون نغسني واحدة هنا هسوي واحدة خمسة صاروا فاكمل العدد ما البوكشن اللي طلبه من ايدان هدوس اقدر نسوي بعد بعد اذا سويها فون فون صاروا ستة بدار الخمسة سويت ستة نرجع الان الان علي العودة للكمب مرة ثانية وبالتحديد عليه العودة للدان يعني اللي طلبهم اللي اقدر نسوي اقدر نسوي اقدر نسوي كامب معسكر كما تسمى سمى تشيتو كامب هذا يمكن جان رائع حصلت على خمسة بوشن عمل جيد يسميني كيدو طفلي بالنسبة للحجم هو طفل صدق طفل كامب انت بقى لك خطوة واحدة وتقترب من تصير كفارس اول يقول لا تنسى تخلي البوشن اللي حصلت عليها و سويته الانيور البتل بوش لانها البوشن نستخدمها للمعركة احنا هو يقول لا تنسى تخليها بالبتل بوش الانيور البتل هذا الانيور البتل لانيور البتل و هاي يعني اساسية للبتل و هاي اساسية للبتل بداس تست هذا راح يكون الامتحان الاخيري لك طيب طيب او راد سولي لا تنسى تشيب او رايس راح ينتق هذا الامتحان بنفسه راح يقل لك على الامتحان بنفسه و يطرق مجرد هذا رايسه ملغزم تنادق ما اذهب اذهب نفسك راح للرايس اذا اذهب نفسك اذا اذهب نفسك لدينا اذهب نفسك بعد اختبار هذا اذهب نفسك راح يصير فالس حقيقي اذهب نفسك اذهب نفسك شوف البورش حطها بالبانش هاي بتربانش ايديت بتربانش بتربانش ستز خيرب عندي فيها للمعركة اللي لازم احط فيها اجيب البورشن واخلي هنا طيب امتي 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 اقل امت اضافة لا اريد اجيب البورشن نحن ننقل البوشن نقل حال البوشن نشوفها نقل حال البوشن نقل حال البوشن نذهب للزعيم نقل حال البوشن نقل حال البوشن الاخير اصعد لمنها الزعيم انشان هاي تتعبي على الصير هذا الزعيم فصمة مالتمر نقل حال البوشن حال البوشن انشان الوقت لا يسمى الرايدر كود يقول اكون شي اسمه رايدر كود يعني الشفرة مال الفارس نجم تعلمها نقل حال البوشن نقل حال البوشن مهما كان كبير ويفتخر الفارس الا ان المقادرة المقادرة القرية غير مسموح بها اصبح بخير وكثير بخير بخير وكثير مهمة لأن بخير من المقادرة بسبب الناس الباقين كانت بيقول وحش لكن انكتاء هذا فوق بيستاندد عادة لابد ويحبون يبقون على الحياة اللي وجدناها للناس السنساشن تامد لابد 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 من القديم كانت هناك حياتنا حيات ودية بيننا وبين الوحش ما نسوي حيات ودية ومع وحش لو تموت والله وين يتمن من إذا ما يأكلك يأكل يأكل يدك يأكل ولكن هناك 4 طريق يقول لكم ناس تخاف طرقنا الطرق اللي ماشيين فيها لذلك نتحرك من هناك يعني هذا ما رضي يقول وحنا نختبع منه سلطت بمانيا مايد منتشر عبلا اميال هذا الحشي ويهب بسيد اوار اون دايفستايد اوجتنا الحياة الخاصة فينا لكن عندما يخدم هذا الصغيرة مو راعا يقول لكم في الخروج عدم الخروج بالمدينة يعني يقول تعليمات قاسية يقول تفكيرك يعني يضحك على تفكير الجسم الزعيم لتفكيرك انت اللي قاسي بطروز القوانين هي القوانين لكوز لكوز والشفرات هي شفرات الوحيد اتبعوها يقول يعني كما امرتم تعليمات اتبوها يعني لما يحدث لا تستطيع لذلك تعليمات لا تنق scale أوتقى بالقرب إذا كدرت تشوف فعلات من البوابات الغرية يعني تقدر تاخد نظرة لكن تصم قريب يعني وأنا كمراقب لك أقل لك الحشي سيكون قريباً يجب أن تذهب إلى الغرية وداخل الغابة يجب أن تذهب أثناء الغرية لقد اتحصل الغرية الصرور في أجراع يقول في الأيام القليلة الماضية مؤخراً هذا مدخل الغابة في أزورس أزورس يمكن نوع من الحيوان يقول هو موجود في طرق الغابة يقول حتى يعود إلى أراضيها سنيتها القانون إنها قائمة لكن ما أنطأ إشارة في العودة إلى موطنة الزورس باقي هنا في الطرق مع الغابة سوف يكون اختبار المهاراتك سوف يكون هذا الوصف في الطرق مع الزورس وهذا سيكون فارس حقيقي الزورس باقي الزورس سوف يكون مهمة أخيرا نطوك تم منحك مهمة واجب مهم من الزعيم المال ويبقى الهدف والمكان في الغابة سوف يكون مهاراتك سوف يكون مهاراتك وهاي راح تكون الاكتشاف الاول لك رحلة الاكتشاف الاول تكون مهاراتك مهاراتك كما يكون مهاراتك 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 ومهاراتك مهاراتك سوف يكون البحث عن الزورس ويعرف هذا بالتكلوتن يقول حاول انك تهرب من الناس وتنطلق في مهمتك روح لمهمتك يا بطل اشتركوا في القناة قلت بالتضبط هذه هي لي طبعا الكلام تخفي راح اروح للاجارس دعنا نركب الكوبتنا تعبك يلا دعنا نطلق لازارس ابنيه وش يسوي دعنا نطلق لازارس ابنيه ابارتوات اباوت ابارتوات اباوت هل فكرت انك تحب الخروج بالمدينة رازت لازارس لازارس لذا اعتقد انك تستطيع انه يقول غير مسموح للفرسان بالمغادرة يدع لك اسمها لازارس زباية اولي دعنا نرى العالم و اتبع لازم و لازم يكون هناك شيء عمله نجول شون تردين تعرفين عن العالم الخارج جي سليني اي شيء رحت كل مكان و شفت كل شيء تقريبا كل شيء لم أرى رايدر قبل هذا المخلوق الصغير جايح حواث ثواث مونشتر صغير يجب أن يكون حانتد يجب أن يكون حانتد يعني مثل ما قال الزعيم يعني سنيني احنا نصادقهم يقل هانا عبال الوحوش تنصاد ما تصير أصدقاء العالم الخارجي مليء بالصيادين سمعت عنهم يجب أن يكون حانتدون من الحياة باستياد الوحوش أجل لديهم هذا السلاح الكبير وأيضا لديهم عضلات أريد أقابل واحد يوم من الأيام يعني التفكير فيه مثير تقول لا 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 لازم ترحون إلى قيدر قران هناك صيادين كثيرين في قليد قران هناك صيادين كثيرين في قليد قران يبدو يبدو هناك ضيع بسهولة يبدو تركي علي هذا احنا هانا نقدر نبقيت يعني الملاحة هذا يقيلها ما ضيعين احنا نقوي بالملاحة يقول يقول انت هم تردين تشوفين العالم بخارج القرية يقول لكن ما تجد الفارس الآن وشفرة الفارس تذكرونها يوانا طلعوا التريب انت ما مسموح لك بالخروج من يفكر بهذا الامر القاسم الزعيم رغم نايلها يقول لها يجب ان اصبحت فارس من الطبيعي انك ترحلين وانتي اذا اصبحت فارس من الطبيعي انك ترحلين وراح هذا ليش الطريق اللي بتوفينا بقيتر وانا ملاحج ها رح نكمل مهمتنا ها رح نكمل مهمتنا ها رح نكمل مهمتنا اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة وصلنا للمكان المطلوب راح نتبه في هذا القدر حبابي ونشوف شي صيروا في الحلقة الجاية هذا أخوكم واجن فيه معلوم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر